بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم يتجدد بكم اللقاء من المسجد الحرام من المسجد الكعبة ومن جوارها لنتدارس آيات القرآن ونقف مع كلمات الرحمن نأخذ منها العبرة والعظة نتأمل ونتدبر كلام الرحمن وما زال درسنا مع آيات من سورة آل عمران هذه السورة العظيمة الكريمة المباركة التي تحدثت في كسمها الأول وما يقارب مئة آية من آياتها عن حوار وواقعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران وذلك الوفد الذي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذاك الحوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الآيات المباركات في القسم الأول والجزء الأول والنصف الأول من سورة آل عمران تحدثت عن تلك الواقعة بإسهاب وبيّنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ثم لأمته بيّنت قواعد عظيمة ومنهجة وطريقة ربانية في ما يتعلق بمجادلة ومحاورة أهل الكتاب وبيان ما عندهم من الباطل وكيف يكون ذاك البيان وعشنا في لقاءاتنا الماضية عشنا مع هذه القضية من خلال الوقوف مع تلك الآيات وما نحن في وهذا المقطع الذي نحن في وآية هذا الدرس جاءت في لبّي القضية قضية نصارى نجران ولبّ القضية هو ما يتعلق بنبي الله عيسى عليه السلام بنبي الله عيسى عليه السلام وما ادعوا من ألوهيته وأنه ابن الله على ما تبين لنا خلال الوقوف من الآيات السابقة ما بين أيدينا اليوم هو الحديث عن هذه القضية وارتباط هذا الموضوع الذي ابتدأ في هذا المقطع بقول الله عز وجل إن الله اصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فابتدأ بقضية الإصطفاء والاختيار الذي هو حق الله عز وجل لأن الذي خلق والعليم بما خلق والحكيم في أمره فيما خلق فهو صاحب الحق أن يصطفي ويختار فقال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير فالذي خلق وأوجد من العدم والعليم بما خلق هو صاحب الحق أن يصطفي وأن يختار جل جلاله فاصطفى الله سبحانه وتعالى آدم واصطفى الله عز وجل نوح واصطفى الله عز وجل آل إبراهيم واصطفى الله عز وجل آل عمران فهذا اصطفاء الله سبحانه وتعالى واختياره وكان هذا الأمر واضحا خلال هذه الآيات وما أوردناه من كلام العلماء في قضية الاصطفاء عندما وقفنا مع هذه الآية الكريمة المباركة وكيف أن الله عز وجل باصطفاء ببعثة إبراهيم أصبح الاصطفاء في ذريته وفي أسرته وفي بيته عليه الصلاة والسلام فبيت إبراهيم أبرك البيوت وأبرك بيوت الدنيا وهو أبو الأنبياء إذ كل نبي من بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه فهو من ذريته ومن ولده عليه الصلاة والسلام وأيضا كان لنا وقوف طويل وكلام العلماء وما ذكر الإمام بن القيم رحمة الله عليه عن الخليل إبراهيم وذريته وبركة بيته عليه الصلاة والسلام وكيف أن الأمتين العظيمتين كانت من ذريته أمة بني إسرائيل وأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فالأمة الأولى من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم والأمة الثانية من نسل إسماعيل عليه السلام ونبيهم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل بالحق والعدل بالحق فهو جاء بالحق وتضمن الحق ويهدي للحق وهذا الكتاب إذا قام الناس بالحق الذي جاء في هذا القرآن العظيم فإنه يكون في الأرض العدل ولذلك قال ربنا عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فتضمن هذا الكتاب الصدق ويحقق في الأرض وفي الناس العدل ولذلك لو عقل بن إسرائيل لوجدوا في هذا الكتاب العظيم إنصافا لقضيتهم في مقابل ما ادعاه اليهود من البهتان في حق مريم العذراء عليها السلام كما سيأتي بيان ذلك فكان هذا الكتاب العظيم كتاب الحق وكتاب العدل عرض الحقائق بحق وبيّن أيضا العدل الذي يجنى من وراء تلك الحقائق الربانية التي جاءت في كتاب ربنا جل جلاله ما بين أيدينا من الآيات وهي قول ربنا عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وقفنا مع قصة مريم العذراء مريم الصديقة عليها السلام وكيف أن الله عز وجل كان بداية الثناء على مريم ثم من بعدها على ابنها نبي الله عيسى عليه السلام كانت البداية بالاصطفاء ذكر الله عز وجل لاصطفاء آل عمران ومريم هي ابنة عمران وكيف أن ذاك البيت الطيب المبارك الذي كان قيمه والقائم عليه عمران عليه السلام وزوجه وكيف وكيف ذكر الله عز وجل حال تلك الزوجة الصالحة وكيف كانت من صلاح ذاك البيت كيف كان نذرها إن أكرمها الله عز وجل أن تجعله محررا لخدمة المعبد وأنها ستستغني عن خدمته لها وتفرغه لعبادة الله وخدمة المعبد الذي يُعبد فيه الله جل جلاله وأنها طلبت من ربها عز وجل أن يُعيذ مولودها من أذى الشيطان ثم جاء الإخبار من الله جاء الإخبار من الله على أنه تقبل ذلك المولود بالقبول الحسن والقبول الحسن كان نتيجة دعوة صادقة من أم وهنا ندرك بركة دعوة الأم إذا دعت لولدها وإذا دعت لمولودها ثم من تلقاه الله عز وجل بالقبول والله عز وجل تقبلها بالقبول الحسن فما ظنك فما ظنك بمولود كانت بدايته دعوة صادقة وكانت بدايته أن أمه حررته من أمر الدنيا وأن يكون قائما بعبادة الله عز وجل وخدمة المكان الذي يُعبد فيه الله عز وجل وأن الله عز وجل علم صدق تلك الأم وصلاح تلك الدعوة فتقبل ذاك المولود بالقبول الحسن فهل نظن أن مولوداً حظي بهذين الأمرين دعوة صادقة من أم صالحة من بيت صالح وقبول من رب عظيم رحيم عليم حكيم فهل نظن أن هذا المولود سيضيع بل هل نظن أن هذا المولود لا يكون له شأن وشأن عظيم إنها مريم عليها السلام التي حظيت بهذين الأمرين فالله عز وجل تولاها فلذلك بعد أن ولدت وهذا مر معنا في الآيات السابقة كيف أن الله عز وجل وكان أول ذاك وكان أول ذاك القبول الحسن من الرب العظيم بعد أن خرجت مريم إلى الدنيا أن كفلها زكريا النبي الكريم عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل أمرها وكفالتها عنده لا عند غيره فهو نبي بني إسرائيل في زمنه وهو زوج لخالتها أو لأختها على أحد القولين فإذا ستكون إذا هو نبي بني إسرائيل وهو أيضا زوج لخالتها أو لأختها وهذا سيكون أدعى إلى أن تكون العناية بها لها الدافعين دافع العاطفة المترتبة عن قرابة النسب بالمصاهرة ودافع العناية المترتب عن النبوة والعلم والتقوى والصلاح وهذا أيضا ملحظ حقيق لطيف في حسن هذا القبول من الله عز وجل لمريم فكفلها زكريا فتجد تلك العناية بدافع القرابة وتجد أيضا العناية بدافع التقوى والنبوة والعلم وهذا أيضا كما قلت عند التأمل فيه ندرك هذا المعنى فمريم الصديقة التي خرجت إلى الدنيا وكفلها الله جل جلاله زكريا ومر معنا ما لقي ما وجد عليها زكريا من تلك الآية من تلك الولاية من الله عز وجل لها وما أجراه على يديها من الكرام في أمر الإطعام ولذلك كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول كفلها زكريا فأراه المسبب غناها عن السبب بآية وجد عندها أي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال فأراه المسبب غناها عن السبب بآية وجد عندها فرباها من ربها فنشأت لا ترى إلا ربها فنشأت لا ترى إلا ربها إذن نالتها العناية الربانية فنشأت بتلك النبتة الطيبة المباركة الصالحة عليها السلام وبعد أن أخبر الله عز وجل عن ذاك المحيط المبتدئ بالاستفاء لإبراهيم وآل عمران ثم الإخبار عن بيت عمران والتنصيص على زوجه أم مريم وصلاحها مع أنه لم يكن لها ولد إلا أن تعلقها بربها وحرصها على طاعة الله فإنها عندما حملت نذرت ذاك الحمل أن يكون محرراً لله ثم عن تلقي الله عز وجل لذاك المولود وقبوله بالقبول الحسن ثم بعد ذلك إكرام الله عز وجل وتلك الكرامة التي أجراها على مريم في مرحلة نشأتها ولذلك عندما نشأت عليها السلام كانت كانت مشهورة ب ذاك الأمر العظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى فلذلك أطلق عليها أحسن الأوصاف وأجمل الأوصاف أطلقت لي مريم عليها السلام وهي الصديقة وقد كانت عليها السلام مشهورة في بني إسرائيل بالعبادة على طريقة لم يستطع أقرانها أن يصلوا إليها وكان حالها مضرب مثل عندهم إذ لا نظير لها في عبادة الله عز وجل لا نظير لها عندهم في عبادة الله وضرب بها المثل في أمر العبادة عند بني إسرائيل واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة والعفاف عليها السلام وعرفت بذلك عند بني إسرائيل إذن هذه مريم عليها السلام فيقول الله عز وجل مخبرا عن مرحلة من مراحل مريم التي تلقاها الله عز وجل بالقبول قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إذ قالت أي واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم نداء الإنسان باسمه من إنسان غريب عليه يوجد في النفس استئناسا منادات الإنسان باسمه من غريب عنه يوجد في النفس استئناسا له ويذهب شيئا من الخوف الذي قد ينتابه وهذا ما حصل من الملائكة عندما كان الخطاب لمريم عليه السلام وهنا قال العلماء الملائكة هل هم جمع أو أن المنادي جبريل عليه السلام لكن آية القرآن في قوله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم فهو يحتمل مخاطبة الفرد ويحتمل مخاطبة المجموعة مخاطبة الفرد ومخاطبة المجموعة والإخبار هنا عن ثمرة دعوة صادقة من أم صالحة في بيت صالح لبنت محررة لعبادة الله والإخبار هنا عن إكرام عظيم من رب عظيم لمن أعلن قبوله له والله إذا أعطى يدهش وأي عطاء أي عطاء يفرح به الإنسان أن الله عز وجل يخبره بأنه اصطفاه وأنه اختاره وأنه ميزه وأنه كرمه وأنه أعلى من شأنه ومكانته إذن هذا الأمر عظيم وهذه البشارة عظيمة بل هذه مقدمة لبشارة أعظم وأكبر حين تأتيها البشارة الكبرى أنها ستكون أما لنبي عظيم كريم هو نبي الله عيسى عليه السلام وأن الله اصطفاه لتكون هي الأم من بين نساء بني إسرائيل كلهن وأن تكون هي المختارة لهذا النبي الكريم عليه السلام فإذن بدأ الإخبار لمريم عن البشارة من الله سبحانه وتعالى والتي أولها إن الله اصطفاكي فالله عز وجل هو الذي اصطفاكي يا مريم وهو الذي اختاركي إن الله اصطفاكي وطهركي الاستفاء هنا الاستفاء هنا هل هو هل هو هذا الاستفاء إن الله اصطفاكي اصطفا من الصفاء والنقاء فالله سبحانه وتعالى اختارها هذا الاستفاء استفاء هل هو استفاء للعبادة هل هو استفاء كما قلت لأن تكون أما للمسيح عليه السلام والأظهر في ذلك أن الاستفاء راجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة أن الاستفاء يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة إن الله اصطفاكي فكان مدلول الاستفاء أن الله عز وجل أكرم الصديقة بصفات حميدة وبأفعال سديدة فالصفات الحميدة فكل ما كانت عليه الصديقة عليها السلام من خلق حسن ومن عفاف ومن جد في القيام بما كلفت به فهو من الصفات الحميدة وكل ما هي عليه من العبادة والقيام بها حتى كانت مضرب المثل في هذا الأمر فهو من الأفعال السديدة وداخل في الاصطفاء فإذا الاصطفاء الذي ذكر هنا في أول هذه الآية إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إذن هو يرجع إلى هذه الصفات الحميدة والأفعال السديدة التي الله عز وجل أكرم بها مريم عليها السلام فكانت عليها وطهرك التطهير هنا التطهير هنا أيضا هي كلمة جامعة مثل الاصطفاء فكل فالتطهير يرجع إلى النزاهة عن كل ما يخدش الصفات الحميدة والأفعال السديدة الطهارة هنا يرجع إلى التنزيه عن كل خلق يخدش الصفات الحميدة وعن كل فعل يخدش الأفعال السديدة فالله عز وجل طهرها لذلك نعتبر من تفسير التنوع من قال أن التطهير هنا من الفاحشة أي مبرأة منها ومن قال الكفر أي مبرأة من الكفر ومن قال أنها مبرأة من الريب والشكوك ومن قال أنها مبرأة من الآفات المنكصة لقدر الإنسان ونقول طهرك تشمل ذلك كله وطهرك تشمل ذلك كله تشمل ذلك كله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين تكرر البشارة بالاستفاء لكن في الأولى قال اصطفاك على الإطلاق وفي الثانية قال واصطفاك على نساء العالمين فهل الاصطفاء الثاني هو الأول فيكون تأكيدا تأكيدا له للاستفاء الأول بهذا التكرار أو يكون الاصطفاء الثاني تضمن معنا غير الاصطفاء الأول على قولين للمفسرين فمنهم من قال أنه للتأكيد بهذا التكرار ومنهم من قال الاصطفاء الأول اصطفاك أي للعبادة واصطفاك الثاني اصطفاء أن تكون أما للمسيح عليه السلام واضح يعني من العلماء من قال إن الله اصطفاك الأولى اصطفاء للعبادة ولذلك يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة واصطفاك الثانية على نساء العالمين اصطفاك من بين نساء العالمين في زمنك أن تكون أنت الأم لهذا النبي الكريم عيسى عليه السلام واصطفاك على نساء العالمين فإذن هذا معنى هذا معنى فيكون الاصطفاء الثاني الاصطفاء الثاني على القول الثاني فيصبح واصطفاك على نساء العالمين هو اصطفاء على نساء زمانها في أنها هي المصطفاة أن تكون الأم للمسيح عليه السلام وعلى القول الأول إذا قلنا أن الاصطفاء الثاني هو تأكيد للأول فانضاف معنا بهذه الإضافة وهي واصطفاك على نساء العالمين وهو أن ذاك الاصطفاء اصطفاء تفضيل اصطفاء تفضيل على سائر نساء العالمين سائر نساء العالمين فإذا على المعنى الأول اصطفاء في الفضل على سائر نساء العالمين وفي الثاني على القول الثاني اصطفاء على سائر نساء أهل زمانها على سائر نساء أهل زمانها في أنها هي المصطفات أن تكون أما لعيسى عليه السلام طيب إن قلنا الأول اصطفاء في الفضل على نساء العالمين هل المقصود نساء أهل زمانها أو نساء العالمين كلهم أيضا على قولين للعلماء فمنهم من قال على نساء العالمين كلهم ومنهم من قال على نساء زمانها وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن فضل الصديقة مريم عليه السلام وعن المكان التي لها عند الله سبحانه وتعالى من بين نساء العالمين فلذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض أربعة خطوط أربعة خطوط ثم قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم إمرأة فرعون إذن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء الأربع هم أفضل نساء أهل الجنة وسيدات نساء الدنيا سيدات نساء الدنيا هؤلاء الأربع هم سيدات نساء الدنيا فلذلك قوله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين فإذن هو إخبار هو إخبار بفضل الصديقة مريم عليه السلام وتقدمها وإن شاركها غيرها في هذا الفضل والذين شاركوها أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وهن إثنتين من بني إسرائيل مريم عليه السلام وهي من ذرية داوود فهي سليلة الأنبياء وهذا لا خلاف بين العلماء أنها من ذرية داوود ولكن هل هي من ذرية سليمان ابن داوود أو من ذرية ولد آخر لداوود غير سليمان وقع الخلاف بين العلماء في ذلك أما نسبتها وأنها من ذرية داوود فهذا لا خلاف بين العلماء فيه فإذن هذا الاصطفاء لمريم واصطفاك على نساء العالمين الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات يقيم أمر الحق فيما تعلق بمريم الصديقة وما قاله عنها بنو إسرائيل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة مريم ذكر قول المرجفين قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فالله عز وجل برأها والله أعلن طهرها ولذلك أقول الناجون في أمر العذراء مريم عليه السلام هم من آمنوا بكلام الله وصدقوا أن قول الله حق وصدق وأن مريم صديقة مبرأة مطهرة مصطفاة وأن الذي اصطفاها الله وأن الذي طهرها الله وأن الذي برأها مما قالوا هو الله فلذلك الناجون في أمر العذراء هم الذين أيضا يؤمنون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل هؤلاء هم الناجون في أمر العذراء مريم عليه السلام الذين يعتقدون أن عيسى عليه السلام كلمته سبحانه ألقاها إلى مريم وروح منه فيشهدون بذلك ويقرون ويؤمنون ويصدقون هؤلاء الذين نجوا فلو تأمل النصارى إلى ما جاء في كتاب الله عن مريم وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مريم لوجدوا أن هذا الكتاب وهذا النبي أنصفهم وأنه كيف علم أمته أن ينظروا إلى الصديقة بهذه النظرة من العفاف والمكانة والفضل عليها السلام وأنه لا يمكن أن يقول مسلم ومؤمن في مريم إلا ما قال الله عز وجل بأنها الصديقة وأنها المصطفى وأنها المطهرة وأنها أم عيسى عليه السلام وأن الله عز وجل أكرمها بكلمته التي ألقاها عليها فلذلك هذا الأمر هو اعتقاد المسلمين وهو اعتقاد أهل الإيمان في مريم ولذلك لا يذكروها إلا بخير ويثنون عليها بخير ثم الإخبار أنها في مصاف الصفوة من النساء على العالمين كلهم فهي واحدة من أربع هن سيدات نساء الجنة فلذلك هذا المعنى العظيم الكبير الجليل الذي نأخذه من كتاب الله عز وجل لو عقله بن إسرائيل أدركوا أن هذا النبي حق وأن ما جاء به هو الحق ولأقبلوا على الإيمان به وبشريعته وبما أنزل الله عز وجل عليه من الكتاب ما أنزل الله عليه من الكتاب ثم نجد أن من لم يقبل ذلك وتكلم في مريم فإن لهذا التعدي شؤم عظيم على فاعله ذكر الله عز وجل في كتابه شؤم هذا التعدي على أعراض العفيفات وعلى مريم بوجه الخصوص فذكر الله عز وجل حكما على من افترى على الصديقة بقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فسمى الله عز وجل ذلك القول منهم بهتان ووصفه بأنه عظيم وأنه أيضا من كفرهم بالله عز وجل ذاك القول الذي قالوه في مريم عليه السلام إذن أي إنصاف لمريم مثل إنصاف هذه الآيات المباركات التي أنصفت الصديقة وبيّنت مكانتها وفضلها وبيّنت قول أهل الحق فيها وبيّنت كيف أن الله عز وجل يأمر المؤمنين بأن ينظروا إلى الصديقة بتلك النظرة من المكانة والكرامة والاستفاء والفضل ثم بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام والاستفاء والتطهير فإن الاستفاء والتطهير يتبعه تكليف فإن التشريف يتبعه تكليف فلذلك بعد أن نادت الملائكة مريم وأخبرتها باستفاء الله لها وتطهيرها فيتبع ذلك أيضا كلام من الملائكة فيقول الله عز وجل يا مريم أي من قول الملائكة لها يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم أقنتي القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع دوام الطاعة في خضوع وخشوع وهذا جامع وهذا جامع هذا القول في القنوت جامع لما ذكر عدد من المفسرين من الأقوال التي كل منهم نظر إلى جزء من هذا التعريف دوام الطاعة في خضوع وخشوع دوام الطاعة فالطاعة فالطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت صادقة وكان الإخلاص دليلها فلذلك منهم من فسر القنوت بالإخلاص ودوام الطاعة يحتاج استدامة وديمومة وديمة ولذلك من العلماء ومن المفسرين من قال أقنتي بمعنى أديم الطاعة لربك الديمومة دوام الطاعة يستدعي أيضا العبادة الواحدة أن يكون فيها الطول لذلك وأعظم العبادات القيام الصلاة فلذلك من المفسرين من قال المعنى أطيل القيام في الصلاة أطيل القيام في الصلاة فالجامع لهذه الأقوال الإخلاص أديم الطاعة أطيل القيام في الصلاة دواء أن نقول أن القنوت هو دوام الطاعة في خضوع وخشوع دوام الطاعة في خضوع وخشوع إذن الاستفاء الذي قلنا أنه هو ذاك المعنى الجامع وأن راء الذي يرجع الأمر إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة إذن هي مطلوب منها أن تكون من القانتين أن تديم الطاعة لربها عز وجل وأن يكون طاعتها في خضوع وخشوع يا مريم مقنطي لربك هذه الإضافة لربك كم فيها من تحفيز نحو قضية الإخلاص لا يكون قيامك بتلك الطاعات إلا لربك عز وجل فكم يكون في هذا الأمر من تحفيز ودافعية نحو الإخلاص لربك كم فيه أيضا من التشريف والدلال على مفهوم الاصطفاء لربك والله رب كل شيء فهذه الإضافة تعطي بعدا في مدلول الاصطفاء بعد التفضيل والمكانة والتشريف فمن كان بهذه الكيفية من هذا الذي يتجرأ لينتقصه ومن هذا الذي يتجرأ ليتهمه ومن هذا الذي يتجرأ ليخدش عفاف هذه العذراء الصديقة مريم البتول عليها السلام يا مريم مقنطي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين أسجدي أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد وقدم السجود هنا على الركوع هل هو لأن في شريعتهم تقديم الركوع على السجود من المفسرين من قال ذلك لكن لا نص يدل على ذلك وسجدي وسجدي فالسجود يكون العبد أقرب ما يكون من ربه عز وجل فإذا هو أمر لها ومن العلماء من قال أنها أمرت هنا بأمرين الأمر الأول حال خلوتها أن تقنت وتسجد والأمر الثاني حال قيام الصلاة أن تصلي مع الناس جماعة وهو واركعي مع الراكعين أنه وجهت بأمرين الأمر الأول الحال خلوتها وهو تضمن الأمر بالقنوط والسجود والأمر الثاني وهو حال قيام الصلاة الفرد فتؤديها مع الراكعين واركعي مع الراكعين يا مريم أقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فإذا هذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء لمريم عليه السلام وقالته لها الملائكة وقالته لها الملائكة واركعي مع الراكعين افعلي افعلي طبعا هنا صلاة الجماعة يكون هذا المطلوب أما من قال الأمر كله أمر واحد وليس يعني حالتين وأمرين منفصلين فيقول أي واركعي مع الراكعين بمعنى افعلي فعلهم يعني قومي بما يقوم به الراكعون واركعي مع الراكعين فإذا أدركنا أن قضية الاستفاء أن قضية الاستفاء مترتب عليها قيامها بهذا الأمر العظيم بهذا الأمر العظيم ثم بعد أن يخبر الله جل جلاله بعد أن يخبر الله جل جلاله عن هذا الأمر وهذه المرحلة من الإخبار عن الصديقة مريم يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك ذلك مما سبق ذكره مما سبق ذكره عن زوجة عمران ومما سبق ذكره عن حال زكريا وسؤاله ودعائه ربه عز وجل أن يرزقه الولد وما حصل لهما ما حصل لزوجة عمران وما حصل لزكريا ثم عن مريم عليه السلام ذلك المولود وإكرام الله عز وجل له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه ليقول عليه الصلاة والسلام لنصارى نجران أنا لي هذا العلم الذي تجدوه عندكم إلا أنه وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه ثم أيضا يخبر الله عز وجل عن أمر تفصيلي أكثر علّه أن يكون سببا في إمالة قلوب ذلك الوفد إلى الحق وإلى الإسلام يخبرهم عن شيء تفصيلي في قضية وقصة مريم عليه السلام فيقول الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أي لم تكن يا محمد حاضرا ذاك الموقف وكيف أن الله عز وجل الذي تلقى مريم بالقبول كيف ضمن لها الكفالة الأحسن من بين أولئك الذين كانوا يقومون على خدمة المعبد فاختار لها الأحسن منهم الذي كما قلت جمع بتلك الكفالة دافع العاطفة التي هي ناتجة عن بعد النسب والمصاهرة ثم أيضا الدافع لذاك الإحسان الناتج عن نبوة وعن علم وعن تقوى فيقول ربنا عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم إذ كل واحد منهم أراد أن يكون هو الذي يكفل مريم وأن يحظى بذلك الأمر لأن مريم هي الآن البنت الأولى في تلك الكفالة وهي بنت عمران كبيرهم وسيدهم وهي من ذاك البيت الصالح الذي يعرفون مكانته وقدره فلذلك كل أراد أن يكون له هذا الشرف فاختصموا ثم احتكموا إلى القرعة وهنا تذكر طريق في القرعة التي كانت بينهم ومما ذكره علماء التفسير أنهم جعلوا القرعة أن يلقوا أقلامهم في النهر فالقلم الذي يمشي على خلاف مسار الماء هو المختار فكان ذلك لزكريا عليه السلام ثم بعد أن ظهر ما سلموا طلبوا أيضا قرعة أخرى والعبرة على ظاهر الآية أنهم اقترعوا والله عز وجل بهذه الإشارة يريد أن يخبر ذاك الوفد بأن النبي صلى الله عليه وسلم الأم العربي الذي لم يكن حاضرا ذاك الموقف ولم يكن يقرأ الكتاب ولم يكن عنده علم قبل النبوة بهذا الأمر وقبل ما نزل عليه من الوحي بهذا الأمر أليس هذا فيه حج في أن يقبل نبوته ويصدق برسالته ويعلن إسلامهم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون تنازعوا في أمر الكفالة تنازعوا في أمر الكفالة من الذي يكفل فالله عز وجل يقول لم تكن يا محمد معهم قائما وتنظر وترى ولكن هذا مما حصل وهذا مما كان منهم ثم تأتي البشارة الأعظم والأكبر بالنسبة لمريم عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين هذه البشارة العظمى والكبرى للصديقة مريم عليه السلام من الملائكة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك الذي اصطفاك والذي طهارك والذي أمرك أن تقنطي له وأن تسجدي له وأن تركعي مع الراكعين هو الذي يبشرك وسبحان الله الإخبار بالاستفاء والتطهير كم سيكون ملائما هذا الأمر مع البشارة الثانية وأيضا التوجيه بالقنود والسجود والركوع كم سيكون أيضا ملائما لقضية البشارة وما سيترتب عليها عندما تتحقق فكم سيكون من الطمأنين في نفسها وهي وهي تحمل جنينا من غير زوجه وهي تحمل مولودا في جوفها والناس سيطلعون ويعلمون بذلك فكم تحتاج إلى أن يمتلئ قلبها أمام ما ستجد من الثقة والطمأنينة فلذلك قدم الإخبار باستفائها وتطهيرها ثم كم سيكون لعبادتها وقنوتها وصلاتها وطول صلاتها وحضورها ومحافظتها على الصلاة كم سيكون لهذه الأمور من أثر في تثبيتها وإن كان الأمر عظيم ثم عندما نجد أن البشارة لم تكن فقط بشارة بولد لم تكن بشارة بولد بل البشارة بأن المولود وجيه في الدنيا وجيه في الآخرة من المقربين عند الله وأنه ستكون له آية يجريها الله عز وجل عليه وأنه سيكون من الصالحين ثم البشارة بأنه سيبقى ويمتد عمره إلى أن يصل إلى مرحلة أن يكون كهلا كل تلك البشارة العظيمة التي جاءت هنا وبشرت بها الملائكة هي أيضا نحتاج أن نقف معها في درسنا القادم بمشيئة الله وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى